السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي انت خلاص وصلت الحمد لله وحققت شروط تحقيق الربح من اليوتيوب اللي همال 4000 ساعة الالف مشترك التحقق بخطوتين وانك zero انذرات جا دلوقتي الوقت اللي تعمل فيه حساب AdSense علشان تربطه بالقناة بتاعتك والارباح تبتدي تدخلك طيب ناس كتيرة جدا بتقع وهي بتعمل حساب ال AdSense ده بسبب غلط بسيط بيحصل في الاجراءات او غلط بسيط بيحصل في الخطوات او في كتابة البيانات ديبت للأسف بتخلي حساب ال AdSense بتاعك مرفوض النهاردة هنعرف بالزبط اخر التحديثات ل2022 بالنسبة لعمل حساب ال AdSense هنعملوا مع بعض بخطوات بسيطة وان شاء الله باذن الله هيتقبل ويتربط بالقناة بتاعت اليوتيوب النهاردة هنعمل الحساب والفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نربط القناة بالحساب بتاعتك تمام يلا بينا نعرف اللي ما نعرفوش مع ابو العريف اهلا بيكم مرة تانية دلوقتي ندخل في الموضوع على طول دلوقتي حضرتك المطلوب منك انك هتعمل حساب جيميل جديد بعيدا عن حساب الجيميل بتاع القناة بتاعتك وتتأكد هنا ان انت فتحت جوجل كروم ودخلت بحساب الجيميل الجديد بتاعك يكون حساب يفضل انه ما يكونش مستخدم في اي حاجة ومالوش علاقة بالقناة بتاعتك وهتيجي هنا وهتكتب اد موب وهتختار اول اختيار تحقيق الربح من تطبيقك جوجل اد موب وبعد كده هنضغط على كلمة اشتراك بس وانت بتضغط على كلمة اشتراك لازم تكون متأكد مليون في المية انك داخل بالجيميل اللي احنا عاملينه جديد بتضغط على اشتراك هنا طبعا بيأكد عليك نفس الميل بيقولك هو ده الميل اللي هتزبط بيه الهوية بتاعتك بتقوله التالي فحيطلب منك الباسورد عشان يتأكد انه هو ده فعلا الميل بتاعك كده انت دخلت في الاد موب جوجل اد موب طيب هنا في الاول بيطلب منك تلات بيانات تملاهم البلد المنطقة الزمنية العملة طبعا البلد مصر بالنسبة للي في مصر وخلي بالك قبل ما تختار البلد لازم يبع عندك المعلومة دي انت ممكن تعدل اي حاجة بعد كده في ادسنس الا البلد هتفضل ثابتة فقبل ما تختار البلد لازم تعرف ان دي بلد الاقامة بتاعتك اللي هتفضل فيها تمام يبقى اختارنا مصر المنطقة الزمنية هو من نفسه هيختار لك القاهرة العملة هو نفسه هيختار لك الدولار ما تحاولش تدور على الجنيه المصري هو الدولار مصر التوقيت بتاعها القاهرة العملة بتاعتك الدولار وبعد كده بتنزل تحت طبعا الاتفاقية اللي محدش فينا بقراها وبتكتب انك قاريت ووافقت عليها وبتعنشئ حساب اد موب فبتضغط على انشاء حساب اد موب هنا لو اخدت بالك بيقولك لقد انشأت حساب اد موب وتحتها بيقولك لقد انشأ حسابين جديدين في اد سنس واعلانات جوجل يعني انت كده عملت حساب اد سنس عن طريق حساب الاد موب بس طبعا لسه فيه بيانات تانية هندخلها هنا بالنسبة للاختيارات حضرتك بتضغط على كلها نعم وبعد كده بتعمل اثبات ملكية حسابك هنا بيطلب منك انك تدخل رقم التليفون اللي هيبعت لك عليه التعريف الشخصي بتاعك تمام بعد ما بتكتب رقم التليفون بيقولك انت عايز دلوقتي رقم الكود اللي هيبعته لك ابعته لك في رسالة ولا في مكالمة صوتية فطبعا هنا بقوله لأ رسالة طبعا وبادوس متابعة طبعا يا ريد تبقى واخد بالك انك لما بتيجي تكتب رقم التليفون في الغالب بلاش تكتب 00 اكتب علامة الموجب موجب وبعد كده رقم التليفون بتاعك وبعد كده بتضغط على كلمة متابعة دلوقتي خلاص انا جالي الكود على التليفون فبقى بجاي كتبه 5 9 8 6 1 0 وبادوس تحقق تمام ياريت نخلي بالنا دايما من التركاية بتاعت 00 دي لان الناس كتير جدا بيتكتب لها الرقم غير صحيح الرقم غير صحيح فلازم تاخد بالك انك بتكتب زائد ودلوقتي هو قالك تم بنجاح لقد تم اثبات ملكية حسابك بندوس متابعة تمام كده دي الصفحة الرئيسية لجوجل ادموب الصفحة الرئيسية لجوجل ادموب والله انت عندك دلوقتي طريقتين طريقة انك تضغط على كلمة الدفعات علشان تملى البيانات بتاعت معلومات الدفع اللي هي حساب ادسنس لو انت عايز تملاها من هنا اوكي اللي هي اعداد الدفعات وتملى البيانات من هنا لو انت عايز تملى البيانات لو انت عايز تملى البيانات من هنا او والطريقة اللي الاغلب بيعملها والمعظم بيعملها وهي الافضل انك تملى انك تملى البيانات دي من حساب جوجل ادسنس نفسه فبتيجي هنا بتفتح تيب جديدة وبتعمل متصفح خفي متصفح خفي وبتكتب في المتصفح الخفي ادسنس وبيقولك تسجيل الدخول لجوجل ادسنس لان طبعا دلوقتي انت فاتح متصفح خفيف فهو بالتالي ما يعرفش الجميل بتاعك ايه فانت بتكتبه تاني وبرضو بيطلب منك الباسورد تمام كده احنا دخلنا على جوجل ادسنس بتضغط البدء وهنا بيفتح لك نفس الصفحة لو تفتكروا اللي احنا كنا فتحنا هنا مع جوجل اد موب اللي هي الصفحة دي بس احنا مش بنملاها من جوجل اد موب الافضل انك بتملا كل حاجة في مكانها اللي هي من عند جوجل ادسنس تمام طيب دلوقتي هنبتدي نوع الحساب طبعا فردي ما بتختارش تجاري انت حساب فردي انت لانك مش شغلت بع شركة ولا دخلت بع حاجة وهنا بيطلب منك الاسم والعنوان ايا كان الاسم اللي مكتوب لك هنا بتشيله وبتكتب الاسم بتاعك وبتكتبه بالانجلش مش بالعربي بتكتبه بالانجلش مش بالعربي عشان ما نرجعش بعد كده نعدله تاني لان زمان كنا بنكتبه بالعربي بعد كده لما جام وضوع الدرائب وكده للانجليزي فانت عمله من الاول خالص بالانجليزي زي ما يكون مكتوب عندك في البسبور يعني حاول تترجم اسمك من العربي اكتبه صح بالانجليزي هنا بالنسبة لسطر العنوان الاول سطر العنوان الاول بتكتب فيه اول حاجة البلد اللي انت كنت تكاتبها يعني انت كاتب البلد مصر يبقى مصر وبعد كده بتحط علامة فاصلة بينهم تمام بعد ما بتكتب البلد بتكتب المحافظة اللي انت فيها يعني مصر تكتب بعديها الأسكندرية بعد ما بتكتب البلد المحافظة المنطقة اللي انت فيها يعني مثلا المنطقة اللي احنا فيها مثلا المنتزة بعد كده بتكتب العنوان يبقى انا كتبت البلد مصر المحافظة اللي انا جواها اسكندرية المنطقة اللي جوا اسكندرية المنتزة بعد كده بتكتب العنوان بتاعك عادي تمام يبقى انا كده كتبت البلد المحافظة المنطقة العنوان بتاعي طيب السطر التاني ساطر العنوان التاني هو هنا الفكرة كلها ان انت بتسهل على جوجل ادسنس انه يعرف يبعث لك البين كود هي الفكرة كلها في جوجل ادسنس العنوان ايه البين كود ان انا اعرف المكان اللي قدر ابعث لك عليه البين كود بتاعك فباجي هنا اكتب في ساطر العنوان التاني برضو بتكتب المنطقة اللي انت فيها وبتكتب رقم تليفون اهو كده عرف البلد مصر ادي المحافظة بتاعتك مثلا اسكندرية المنطقة كذا العنوان كذا ودي كمان رقم التليفون تمام يبقى الموضوع اسهل بالنسبة له فبرضو بتكتب العنوان بتاعك زائد رقم التليفون طيب هل المعلومات دي انا اقدر اغير فيها بعد كده اه زي ما قلت لك انت تقدر تغير كل حاجة الا البلد خلاص انت كاتب البلد مصر هتفضل البلد مصر للأبد هجرت بقى كندا او مثلا كتبت البلد الكويت ونزلت بعد كده مصر مش هتقدر خلاص هي هتفضل الكويت لكن تقدر تعدل اسمك تعدل عنوانك تعدل المدينة تعديل رقم التليفون اي حاجة ممكن تتعدل لكن البلد لأ طيب هو بعد كده بيجي على المدينة بنكتب مثلا المدينة بتاعتنا الاسكندرية حيه وهيديك اختيارات حيه ابقى منضمنا بقى المقاطعة بتاعتك انت مسلا من اسكندرية مثلا هي المقاطعة عندنا احنا هي اسكندرية لم تتقسمش ممكن اماكن تانية المقاطعة بتاعتها بتتقسم وهنا بيطلب منك الرمز البريدي الرمز البريدي بسهولة جدا هو رمز مكتب البريد انت ممكن تروح مكتب البريد اللي عندك اقرب مكتب بريد وتسأله لو سمحت هو الرقم البريدي كام هيقولك او ان انت ممكن تخش على النت وتكتب مثلا الرمز البريدي للمنطقة اللي انت فيها هيجيب لك الرقم بتاعك فبتكتبه هنا بتيجي بعد كده الخانة اللي بعدها مكتوب فيها رقم الهاتف ومكتوب اختياري يفضل ما تكتبهوش ومحدش بيكتبه وبعد كده اخر خطوة بتضغط ارسال وبعد كده بتطلع لك الصفحة دي من حساب جوجل ادسنس هتلاقي على اليمين هنا كل مفاعل الا كلمة التقارير وفيه ناس بيبقى عندها كل مش مفاعل يعني مثلا دلوقتي انا ظهر عندي ان التقارير بس اللي غير مفاعلة لكن الدفاعات الحساب مفاعلين ده معناه ان حساب ادسنس توافق عليه وللت اكيد اكتر لو انت دخلت على الجيميل بتاع الادسنس اللي انت عامله هتلاقي هنا ميل جايلك مكتوب جوجل اد موب اخبار سرة حسابك اصبح معتمدا الان يعني معنى ذلك ان خلاص حساب الادسنس بتاعك اتوافق عليه وحساب الادموب كمان متوافق عليه كده انت الخطوة الجاية اللي المفروض تعمله هي ربط الادسنس بقناة اليوتيوب طبعا عشان الفيديو مايبقاش طويل مش هينفع نعمل اللي اتنين في بعض فخلينا دلوقتي الفيديو ده بنتكلم فيه ازاي تعمل حساب ادسنس صحيح 100% ويبقى متوافق عليه ان شاء الله بالخطوات الفيديو الجاي ان شاء الله هنربط بقى حساب الادسنس اللي احنا عملنا ده بقناة اليوتيوب انتظرونا الفيديو الجاي بتنسوش الشير اللايك السبسكرايب ساعدونا زي ما احنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نساعدكم واي استفسار اتواصلوا معنا كل وسائل التواصل موجودة في الوصف بتاع الفيديو ربنا يوفقكم اشتركوا في القناة